جلب ويقول لك أنا حتى اسمي ما قولوش ماكتعرف كي يبدأ تحقيق حاكم التحقيق يبدأ الهوية متاعك ويقرأ بطاقة التعريف وقبل ما نمشي الجبل خلاص مذابية كانت فعل شوية مع سيد أحمد عن الكلم اللي قاله قبيلة مهم جدا أولا أنا حبيت نقول أنه التراجع في السياسة ره فن مش معطى يدل على الضعف وعن رمز من رموز الفعل السياسي في تونس اسمه زعيم لحبيب بورقيبة كان يتقن جيدا فن التراجع وفما حتى أحداث صارت في علاقة بسعر الخبز ونعرفوه وشنو وقال لحبيب بورقيبة يعني التراجع أحيانا أحيانا التراجع ليس خطأ أو خطيئة بل التراجع نجم نصلح به برشة معطيات غلطنا فيها هذا في علاقة بالتراجع في علاقة بالمعطى الإحصائي رانا نحن بش نخرج سيد أحمد من الميكرو إلى المكرو سيد أحمد يحكي على الناس اللي انتخبوها في جرجيس هو الرقم مهم يعني اللي الناس ينتخبوه لكن كي بش نخرجوا للمكرو وش نلقوا ونلقاوا نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 11% نحن دولة نتصنفه مع هايتي ونتصنفه مع أفغانستان اللي ثم تنظيمات داخل هذه الدولة قالت للناس إذا تمشوا المركز لابتراع سأطلقوا عليكم النار يعني الناس مشتن تخبط تحت تهديد إطلاق النار وجابت نسبة أكثر من به في علاقة بمعطى التقني حكينا برشا نحن على القانون الانتخابي وانتخابات على الأفراد في دورتين وإعادة توزيع الدوار الانتخابية ونقرب برشا مواطنين على أساس أنه هذا سيرفع بالنسبة المشاركة وهذا مش صحيح تبين أنه مش صحيح والنسبة للناس اللي يشاركوا من انتخابات ضعيفة وضعيفة جدا في علاقة بمشروع السياسي يبدو لي حطك يقرب للناس وقسمنا إعادة تقسيم الدوار الانتخابية ومشينا لهم حتى للمعتمديات يبدو لي أنه هذا المشروع السياسي يولي داية تيما والناس ما شاركتش فيه بالحد اللي كان يتصوره سيد أحمد ولا غيره نجيك لنا مثال سيد أحمد توقي شي يمشي للبرلمان شي يمشي بالألف واربعمائة وقال النسبة اللي مش يجيبها في الدور الثاني خاطر انتخاب على الأفراد حتى مش يكون في كتلة برلمانية هو الناس انتخبوه نعطيك مثال في 2014 نداء تونس وقت اللي كنا نعمل في انتخابات على الأحزاب شنو أصار في نداية تونس وشنو أعمل نداية تونس بعد ذلك حكاية أخرى معز لكن جيب مليون ومتين ومتين وتسعة وسبعين الف سوط في 2014 مع أنتا عندك حجم متاع حزب سياسي جيب مليون ومتين وتسعة وسبعين الف سوط وعندك كتلة الثانية جيب تسعة وسبعين الف سوط مع أنتا كانت ثم على الأقل نوع من المشروعية اللي مترجمة بعدد الأصوات في علاقة قتاون جيو الجبت الخلاص جبت الخلاص اليوم أحمد الجيب شي بيقولك سرعة استجابة القضاء معنا في القضية رفعتها عبير موسي ضد قيادات ما جابت الخلاص رفعت نهر 27 ديسمبر القضاء استادع المعنيين يوم 2 جامفي اليوم واستعمل عبارة التصفية السياسية أنا اللي يلفت انتباهي حاجتين في هذا أولا المعارك والحروب اللي صايرت داخل المعارضة المعارضة تعاني حروبا كبيرة أنا قلت أقبل ونعودته بقدر معارضتها المنظومة الموجودة ومعارضة رئيس الجمهورية فإنه حتى هذه المعارضة تعارض نفسها من الداخل فما حروب كبيرة داخل المعارضة خلتها مقسمة ومشتتة وصلت حتى الأرواق المحاكم كما كنا نحكيه في هذا واسمعنا حتى على اجتماع الصارة مؤخرا بين عدد من أطراف المعارضة تعاركوا فيه شكوم بشيكون رئيس وكل واحد يقدم في روحه على أساسا أنه هو الشخصية الأنسب التي يمكن أن تقود البلاد واسمعنا حتى كلام يعني نحكيه عليه في شكل كاريكاتوري شوف أنا زد بما يشد انتباهي أن القضايا يصير بأكثر من سرعة فما قضايا ريقدة عندها السنوات الطويلة وإلى حد الآن الملفات ما تحلتش فما قضايا بسرعة برقية تفتح وتستدعى الناس للتحقيقات وأحيانا حتى يحسن فيها ابتدائيا واستنافيا وتعقيبا لهنان حطوا نقطة استفهام كبيرة كما حطها رئيس الجمهورية أكثر من مرة على القضاء هذا المرفق القضائي وين ماشي كيفش ماشي شكون يسير فيه هل أنه مجلس أعلى القضاء هذا عنده سلطة هل أنه رئيس الجمهورية عنده سلطة على المرفق القضائي حاليا ما عادش فاهمين بوصلة القضاء وين ماشي بالضبط يسير بأكثر من سرعة في هالكثير من أشكالات التقنية داخليا يبدو لي أنه حتى أنه تأخرنا في القيام بالنقلة قضاءات والحركة القضائية أثر زاد على المنظومة القضائية ويذور يزاد ماشيين وكأنه قاعدين نشوفه في جدار صد داخل القضاء أصبحت هذه المنظومة ترفض أي تدخل فيها سواء حتى مشاعر القضاء أو حتى ترفسي أحمد نجيب الشابي قال كل ما يتورد في عملية تصفية التي تقوم بها السلطة أعتبر أن هذه المعركة معركة وجود إما الديمقراطية والحرية أو الفناء وشدد أنه جابت خلاص بش تقوم بتحرك احتجاجي نهارة 14 جنفي كما كانت تحكي بتسام تخليدا للذكرى استشهد ريضا بوزين حسب رايك عملت قبل جابت الخلاص عملت في 10 ديسمبر خارجوا للشيارة في 14 جنفي القادرة حسب رايك جابت الخلاص أنها تجند الناس للشوارع تعبئة الناس في الشيارة بالمرة بالمرة ساعة ذا هو مدخل أساسي مدخل أساسي لتوصيف ما معنى معارضة هي المعارضة على الأقل ثم ثلاثة تركيبات كبرى ثم من يعتبر من 17 ديسمبر أو 14 جنفي حتى التوى هذا يتاريخ غير معترف به في داخل الدولة التنسية ويعتبره ممكنش حالة من الانقلاب على النظام القديم ترفع عنوانه أو يرفع عنوانه الحزب الحر دستوري الحر دستوري الحر ثم المجموعة الثانية واللي بورن بتاع الانترفال من أربع تجان في حتى 25 جويلة أيضا واللي تنتمي لهم جبهة الخلاص واللي تلمد مجموعة من الخيارات الإيديولوجية والحزبية واللي يعتبره اللي 25 جويلة هو نوع من الانقلاب وعليه أيضا هم لا يعترفون بالدولة ومؤسساتها الحالية وهناك جزء آخر عنده ساك في 24 جويلة وساك أخرى ب 26 جويلة وهم الذين يحملون عنوان دخول العصر الجديد أو الدولة الجديدة بامتيازات القديم هذوما ثلاثة أنواع وتبعوهم في تحركاتهم للأسف الشديد مثل هكذا حوار يعطي دليل قاطع أنه هذوما ناس ما يمنوش بالدولة هذوما ناس ما يمنوش بالقضاء كانوا القضاء خرج مثلا من توقف يخرجوا منها يخرج باللي فيكتوار ويقولوا يعيش القضاء المستقل اليوم القضاء تحكي على راشد الغنوشي وقتلي مشاهلا لبثل الصورة شهيرة مرتين هذوما يتطاولون على الدولة ولا أمنون بالدولة ولا يختلفون في فكرهم عن مجموع الأفكار اللي تقود الدواعش هذا في تقديري شمعني عزيزي توسرنا شمعني عن يعني هذوما يموش بالدولة هذيرا وقالها كاني غدوة هذو واحد منهم شكيب له مناهد السوري الحر شكيب جبهة الخلاص تقدم بقضية القضاء القضاء بدألو دي مارش متاعو استدعها يعاد من 27 ديسمبر اثنين جامبي معناه هذوما أخيوالك أنا لأ السيد أحمد وكير قد نحي منهم مناهد رسل عام وإحنا فيه جامبي أنا لأ تخيفين ديسمبر اشتركوا في القناة